هذه الأحداث ألهامة جداً في تاريخ مصر يعني لا يكفي أن تأتي في مسلسل أو يعني بشكل مكسف حتى أو عابر لكن كل هذه المسائل لماذا لا نصنع منها سينما دائما؟ أنا متأكد أن ده حيحصل بس زي ما حضرتك عارفة طبعاً وحضرتك ست الخبراء بالسينما الأعمال الفنية عن الأحداث الكبيرة مش لازم تبقى يعني لصيقة عهد يعني تأتي بعد سنوات بالعكس كل لما بعدنا شوية كل ما بيتعرف إيمتها وبتبان أسرارها وبتتجمع وصائقها وأنا شخصياً ما عنديش أي شك من أن هذا الحدث الرئيسي اللي هو عتصام المثقفين قبل 30 يونيا ما قبل 30 يونيا حيتعامل عنه في يوم من الأيام عمل درامي أو سينما كبير يعني لو يتعامل عنه هيتعامل فيلم رواقي لكن يعني مش عايزين يعني نخسر فكرة الفيلم التسجيلي والأطراف مازالوا موجودين يحكوا ويقولوا مش وبس وفي تسجيلات موجودة لكل أنشطة اللي اتعملت وده توسيق مهم والتسجيلات دي موجودة يعني والتسجيلات دي موجودة باقي بس إنها تتعامل في أعمال فنية وده أكيد يريد يعني فعلا نوجه النظر بشدة للمسؤولين عن هذا الموضوع لأنه الحياة يعني تاريخ مصور لا يمكن أن احنا نهمله مع حضرتك وأسماء كبيرة أو لعبوا عليه كده مرور الكرونية بعدها رحل كان مشاركين في هذا الاعتصام سيدة فتحية العسال مثلا الله يرحمها رغم حالتها الصحية ورغم سنها كانت من الناس اللي أسروا إن ما يبقاش حضورها متمثل على الدعم الثقافي والفني لا تناخد نبات شياط وبات هنا وكاد بتبات هناك وكاد بتبات هناك كثير من المثقفين والمثقفات الكبار ليهم تسجيلات وليهم حاجات مهمة جدا تدي درس للأجيال كيف تدافع عن وطنك ولأن الدفاع عن الوطن ليس دفاعا بالسلاح فقط ولأن خطر الإرهاب ليس خطرا بالقنبلة فقط ولكنه خطر بالثقافة وخطر بتشكيل الوعي وعشان كده لابد أن نتنبه حتى الآن والنهاردة وبكرة إن ما لم نعمل جيدا على إعادة تشكيل الوعي باستمرار وعلى دعم هذا يمكن أن يتهددنا هذا الخطر أو غيره مرة أخرى وزي ما حضرتك بتقول برضو ياريت نتنبه إلى أن التاريخ حاليا أصبح بصوت وصورة مش زي زمان بالكتاب ولا بصورة الفوتوغرافية